هذا كما استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ورئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله بن محمد الخليفي صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء القطري نقل تحيات أمير قطر تميم بن حمد الثاني للرئيس السيسي مؤكدا الحرص على استمرار التشور والتنصيق بين البلدين وبدله الرئيس السيسي التحية والتقدير مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأضف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع التجديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة